في أخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكملها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم نعانى إليها وحتى عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا يتحدث الناس حول الحكمة والحكماء أما الحكمة فكتبت فيها الكتب والمجلدات وعما الحكماء فكتب عنهم القصص والروايات ما هي الحكمة ومن هم الحكماء وإذا وردت الحكمة في القرآن الكريم فماذا تعني وكيف لي أن أصل إلى شخصية حكيمة متزنة للحديث حول هذا الموضوع وباسمكم جميعا أرحبوا بضيفينا الكريمين صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد حياك يا شيخ الله يحييكم أهلا مرحبا ومعنا سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام والمتخصص بالاستشارات النفسية والأسرية حياك الله دكتور أهلا وسهلا حياك الله دعني أبدأ معك فضيلة الشيخ حول تعريف الحكمة وهل لها تعريف متعددة ونريد أن ننطلق في هذه الحلقة من تعريف جامع تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحكمة أمر عظيم وهي سنة شرعية وضرورة واقعية وسبب النجاح الحكمة مأخوذة من حكمة وهذا المعنى يدل في اللغة على المنع والحكمة هي التي تكون في الدابة بحيث تمنعها من الانحراف يمينا أو شمالا وأحكمت الشيء حكمت الشيء ضبطت الشيء وهي العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن كما وردت في النصوص الشرعية الحكمة جاءت بمعنى إصابة الحق الحكمة جاءت بمعنى فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي إذن فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي قيل كل كلمة وعظتك وزجرتك ودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة الحكمة العلم بحقائق الأشياء والعمل بمقتضاها الحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح الحكمة صواب الأمر وسداده الحكمة إذن معنى مركب من كل هذه الأشياء وهذه عدة تعريفات لها جميل سعد دكتور خالد من خلال طرحنا لمعاني الحكمة بودي لو وقفنا بعض الوقفات التربوية مع معاني الحكمة طيب زاك الله خير علي تحال هذا الموضوع بحد ذاته الموضوعات التي تتصف الحقيقة بالشمولية إذا قلت أنه داخل في كل شيء وتنطلق من كل شيء الحقيقة وجد ذلك تبرز أهمية هذه القيمة أنها شاملة وذلك لما نأتي إلى المعاني المذكورة سنجد هذه القضايا كما ذكر الشيخ مثلا لكن لما نأتي إلى قضية العلم والعمل تجد أنها الإصابة في العلم والإصابة في العمل وهذا معنى مهم جدا فيما يرتبط بالمنهج التربوي الإسلامي وهو ما يرتبط مطابقة القول العمل يعني تجد أناس لديهم علم صحيح لكنه بالنسبة للجانب العمل في ضعف في مقابل ربما أناس يصيبون في العمل مثلا ولكن ليس لديهم العلم فعندهم جهل لكن تأتي الحكمة هنا الذي يجمع ما بين ليش العلم والعمل فهذه حقيقة أيضا مما تتميز به المعاني التي ذكرت في موضوع الحكمة العدل كمثال أيضا مما ذكر في هذه المعاني وهذه من القضايا المهمة يعني يقول مثلا الشيخ بن سعدي رحمه الله الحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال ثم قال وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في محل الإحجام جميل لما نتصور هذه القضية حين نقول هذه حياتنا حياتنا العلمية وحياتنا العملية تصوراتنا المعرفية قضايا الشعورية جوانب المهارية تدخل فيها هذه القضايا بسكل كبير وكبير جدا ولذلك ذكر عبد القيم رحمه الله كلامه وأحسن ما قيله في الحكمة قول مجاهد ومالك إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شراء الإسلام وحقائق الإيمان هذه المعاني الحقيقة تؤكد لنا على أن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى أن يتحرى الصواب يتحرى الصواب عندئذ يحمل الفكرة الصائبة تكون التوجهات واتجاهاته ومشاعره توافق الحقيقة والصواب مهاراته كذلك يجودها وتكون أكثر ما يكون إلى الصواب وإلى الحق هذه كلها من المعاني المهمة التربوية فيما يتعلق بموضوع الحكمة شيخنا الفاضل الحكمة لها درجات مراتب بودنا أن نوضح يعني كيف ينتقل الإنسان في مراتب الحكمة ودرجاتها طبعا الحكمة فيه حكمة علمية وحكمة عملية فالحكمة العلمية الاطلاع على بواطن الأمور ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا الحكمة العلمية وضع الشيء في موضعه إذن هذا من هذه الجهة والحكمة متوقفة على معرفة يعني تكميل الإنسان لقوته العلمية بمعرفة الحق والمقصود به والحكمة أيضا معرفة لماذا خلق الله الخلق الأحكام الشرعية لأي شيء شريعت ولذلك من أعظم الأمور الواحد يتأمل في تأملات العلماء في أسباب الأحكام مثلا لماذا أوجب الله وكذا لماذا حرم الله وكذا مثلا علماء إذا قالوا مثلا إذنها صماتها طيب لماذا اكتفى الشرع من البكر بالصمت لحياء مراعاة لحيائها مثلا لماذا جعل الشرع العدل بين الأولاد واجبا حتى ما يصير في إحن شحناء مثلا بينهم أي سرك أن يكون لك في البر سواء لماذا مثلا إذا دعي الصائم صيام النافلة إلى مأدبا أو دعوة يعني طعام وصار في حرج على صاحب الطعام يفطر إذا كان صيام نافلة يفطر من أجله هذا أفضل أكثر أجرا لأن قال إن أخاكم دعاكم وتكلف لكم حتى لا يحرجه طيب حتى لا يقع شيء في النفوس مراعاة المشاعر مراعاة المشاعر وأيضا مراعاة لا يقع مثلا شحناء بغضاء لماذا لا يبيع أحدكم على بي أخي ولا يشتري على الشراء ولا يسوم على سوم أخي ولا يخطب على خطبة أخي إذن واضح لماذا جعل الاستئذان إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى واحد لا يطلع على عورات الآخرين إذن معرفة ما أراد الله من وراء أحكامه وشريعته هذا ينمي هذه الغريزة عند الإنسان وينمي إصابة الحق عند الإنسان فالحكمة لها دعائم وأركان تقوم عليها قالوا أركانها العلم والأناه والحلم وأفاتها الجهل والطيش والعجلة فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول والحكمة إذا نظرنا إليه فأسماء الله من صفات من أسماء عز وجل إن الله كان عليما حكيمة الله عزيز حكيم فالله سبحانه وتعالى حكيم ولذلك أفعاله حكيمة شرعه حكيم قضاءه قدره حكيم لا يفعل شيئا عبثا ما خلقنا سدى سدى فلله الحجة البالغة الحكمة البالغة أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله عز وجل حكمته في خلقه وقدره وقضائه وشرعه واضحة مثلا لا يسوي تعالى بين أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لما واحد من الأعراب لكنه سليم الفطرة سمع قارئا يقرأ أو سمع في مجلس شيخ يقول والسارق والسارقة فاقطع وإيديهما جزاء مكسبنا كالا من الله والله غفور الرحيم فقال ما هذا قال قرآن قال ليس هذا بقرآن ما يمكن أن يكون قرآن هذا ليش فانتبه الشيخ فأعادها صحيحة والله عزيز حكيم قال هذا قرآن تحفظه قال لا ما أحفظ قال طيب كيف عرفت قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر يعني كيف والسارق والسارقة فاقطع وإيديهما جزاء بما كسبنا كالا من الله بعد أنتهي غفور الرحيم ما يمكن والله عزيز حكيم ليس موضع رحمة فيغفر ولكنه موضع عزة فيحكم هذا يتناسب مع هذا فإذن أحكامه تعالى صادر من حكمته أحكامه صادر من حكمته وقد وصف الله تعالى الوحي بالحكمة فقال عن القرآن ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم فلو واحد قال أنا كيف أكتسب الحكمة نقول أروح القرآن معاني القرآن تفسير القرآن تحتاج لغوص فيها معاني الأحاديث معاني السنة شرح السنة شروح الأحاديث هذه من أعظم ما يكسب بل هو أعظم أعظم ما يكسب الإنسان الحكمة ما يوجد أكثر من هذا وإنه في أم الكتاب لذينا لعلي حكيم يعني نفس القرآن حكيم محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة سنة الحكمة لقد منى الله المؤمنين ببعض فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم وزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة هي السنة هذه الحكمة من أجل النعم والعطايا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ترى الحكمة هذه سر الدين ولب الفقه والأساس العلم وهي التي تقود إلى خشية الله سبحانه وتعالى ومن أعطاه الله الحكمة فقد أعطاهه شيئا عظيما والله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل العلماء العلماء ذون ليش يعني لماذا صاروا بهذه الرتبة لأنهم يعرفون أسرار الشرع وحكمة الله من وراء هذه التشريعات ولذلك طيب لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني كيف يضع الأشياء في مواضيعها إيش طيب ما هي ميزة لقمان لقمان يعني كان يعرف شرع الله ويعرف كيف يربي الناس بشرع الله ومنهم ولده فالله عز وجل امتن على لقمان بالعلم بالحق معرفة الحق على وجهه العلم النافع والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض أصحابه لخواص أصحابه مثل بن عباس ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة اللهم فقهه بالدين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ناس من أهل اليمن كانوا يعني مقبلين مقبلين قال الإيمان يمانا والحكمة يمانيا جميل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخصال التي يغبط الإنسان فيها لا حسد إلا في ثلاثين قال ورجل آتاه الله الحكمة الله فهو يقضي بها ويعلمه أحكام الدين وإصابة الحق جميل شيخنا أعطيك العافية أعود لك دكتور خالد حول أهمية الحديث حول الحكمة من الناحية النفسية والتربوية نعم هذه النقطة الحقيقة جديرة بالعناية والاهتمام ويكفي الحقيقة أننا يعني لما ننظر إلى المواضع التي تحدث فيها كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث أسماء الله سبحانه وتعالى يعني الحكيم وأمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة دعوة سبي ربك بالحكمة وثناء الله سبحانه وتعالى كذلك ومن يؤتى الحكمة ونسبة الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يؤتى الحكمة من يشاء وما فسر به السلف الصالح من يؤذي الله به خير ونفقهوا في الدين فقالوا الحكمة كل هذه تعطيك دلالة يعني من حيث الأهمية الشرعية ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله لشيء كبير ومهم الحقيقة ولذلك حتى سألت أحد الأشخاص اليوم قلت له ماذا تفهم من الحكمة وقلت له هل قال لي أنا حقيقة لا أعرف شخصا في هذه الحياة الحكيم قلت ما أقولي لهذا المستوى قلت طيب ماذا تعرف الحكمة فلم تكن القضية يعني من عمق القيمة وشموليتها وأهميتها قد يكون الإنسان لا يدرك مع أنها كل شيء صائب في هذه الحياة من الإنسان ومن الجماعة هو يعتبر من إيش من الحكمة أيضا تبرز الأهمية الحقيقة من حيث كما جاء يعني الحكمة تظلت المؤمن أن وجد فيها حق بها لذلك ينبغي الحقيقة الإنسان إلى أنه يبحث يشتهد حتى يتحصل على الحكمة وهذا جانب الحقيقة مهم جدا نفسي وتربوي وحتى على مستوى الأسرة ومستوى الجماعة إلى أنهم يسعون من أجل التحصيل أنت قد تجهل قد لا تستطيع أن تكون لديك الإصابة الآن لكن ممكن تكون الإصابة لديك بعد ذلك حينما تبحث عن هذه الظالة أيضا كان ابع سلم كما ذكر الشيخ في دعاه لابن عباس رضي الله عنه هذه لها معنى عظيم جدا اللهم يعني علمه الحكمة النجاح التربوي كما يقولون والنفسي والأسري يربط والمجتمع يربط بداره في قضية الحكمة لأنها الإصابة وماذا يتريب ماذا من نتحن من التربية؟ هو وصول الإنساني لحد كماله في الجانب النفسي يعني حصول الاستقرار الذاتي له والاستقرار المجتمعي الأسرة التماسك الأسري إلى آخره فيكلها أوجه من أوجه الإصابة في الحياة البشرية الفردية والجماعية وهذا تبرز أو تبرز أهمية أهمية أيضا كذلك الحكمة قضية التصريح الفهم الخاطئ الحقيقة وما يتعلق بهذه القضايا يعني قد يضيع الحق يعني يأتي البعض يقول هذا ليس من الحكمة أن تتكلم بهذا القضية مع أنه قد يكون آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر دعينا الله سبحانه وتعالى لكن خالف هواي وخالف مزاجي فأنا حكمت عليه بأنه ليس حكيما فقد تختلط المفاهيم بالحكمة من عدمها وما شبه ذلك ولذلك هنا ينبغي الحقيقة أيضا إبراس هذا الموضوع والتأكيد عليه اليوم اليوم في ظل المتغيرات الكثيرة جدا نحن بيأمس الحاجة إلى الوعي ولا يمكن نتحصل الوعي من حيث الجانب البنائي والجانب الوقائي والجانب الراجئ إلا بماذا إلا بالحكمة يعني الإصابة في قضية النمو المجتمع ونمو الأفراد الإصابة في قضية الوقاية من وقوع في المشكلات الإصابة في قضية حل المشكلات هذه كل هم من القضايا التربوية والنفسية والأسرية المهمة جدا عرفت كيف؟ صحيح أخيرا أذكر هنا أيضا الحفاظ على الوسطية في الأمة هذه قضية من القضايا المهمة جدا نحن اليوم عندنا اتجاهات ذات اليمين ذات الشمال إفراط وتفريط فأيضا الحكمة ستجعل إنسان الفرد وتجعل الجماعة في مكانها الوسط الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى هذا يمكن يتأثل عن طريق الحكمة يحصل استقرار النفسي والاستقرار المجتمعي والتماسق المجتمعي والإيجابية والإنتاجية قبل ذلك وبعده رضا الله سبحانه وتعالى من خلال الحكمة الحكمة دكتور خالد هل هم قلة؟ يعني لما سألت صاحبك قال أنا ما قابلت حكيم هل هم قلة؟ هو الحقيقة يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يعني من عمق الكلمة يعني يقول هذا كلام حقيقة يعني وإلا يعني نحن لو أخذنا هذا المعنى الشموري مو شرط أن يكون الشخص مثاليا في كل شيء يعني ممكن يكون كل شخص عنده شيء من الحكمة بالضبط شيء من الحكمة نعم شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحكم الحكماء وكان عليه الصلاة والسلام عقله يزن أمة كان حكيما في أقواله وأفعاله وقراراته ودنا نلقي الضوء على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حكمة الصحابة الذين رباهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وعلى الحكمة طبعا يعني أخي الدكتور خالد ذكر نقطة مهمة في مسألة الحكمة ضالة المؤمن يعني أنه يجب أن نبحث عنها الآن العلماء يبحثون عن الحكمة في النصوص الشرعية ويبينونها لأنها تبين عمق التشريع لأنها تقنع الناس بالأحكام لأنها تعزز الحكم في نفوس الناس عندما ينظرون في الحكمة من هذه الأحكام والسؤال الكبير كان وهو لماذا خلقنا لا زال فيه نقاش طويل عند البشرية مثلا اليوم بعضهم ينكر وجود الله تعالى أصلا يقول ما في خالق الحاد هؤلاء لما يقال لهم طيب كيف وجدت كيف وجد هذا الخلق ولماذا وجده هم عند هذا السؤال طبعا يضيعون لأنه كيف وجده ماذا سيقولون بيك بانك الانفجار الكبير طيب ماذا كان قبل الانفجار الكبير لا شيء عدم طيب إذا كان هناك عدم ما الذي انفجر يقولون قانون التجاذب نعم الكهرومغناطيسية طيب هذا أنت تقول أنه كان عدم يعني ما كان فيه لا كهرومغناطيسية ولا شيء والآن عندما نقول لهم مثلا الكون هذا الآن فيه قانون الجاذبية وقانون الكهرومغناطيسية والقوة النووية الكبرى والقوة النووية الصغرى هذه أربعة قوانين عندهم حتى عند الملاحظة يؤمنون يعني بوجودها وإنها موجودة في الكون بنسب محددة وأنه لولا هذه نسب كان ضاع الكون هذا وخرب وصارت انفلتت الأموح صحيح فما الذي يمسك الكواكب ما الذي يمسك مسارات ما الذي كيف تم هذه النبأ دورة الحياة الطبيعية على الأرض إلى آخره لابد في النهاية يقول لازم يكون فيه موجد حكيم وراء هذا الكون لما تستعرض لهم كل حاجة طيب لماذا إذا كان هناك طيب فلماذا خلق الخلق لماذا وجدنا هذه أسئلة تقود يعني من تتبع الحكمة فيها سيقود إلى الإيمان بالله ربا وبأن له حقا على الخلق الذين خلقهم نعم وهو عبادته وحده لا شريك له يعني حقيقة أنه تتبع موضوع الحكمة من البداية من السؤال الأول حتى أهل اليمن لما جاءوا قالوا أخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه الشريعة كلها مبناء على الحكم ويعني الشريعة مبنائها وأساسها مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالحه كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة فما أمر الله تعالى ورسول الله عليه وسلم بشيء إلا فيه الخير العظيم والمصلحة العظيمة كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفعوا لنا فهناك حكمة باعثة وداخلة في التشريعات يعني مثلاً ما هي الحكمة وراء العبادات يعني الصلاة والصيام والزكاة إخضاع النفوس لله تعالى التذلل بين يديه الإنقياد له تربية المكلف وهذه الشاطبي رحمه الله كان يدور حولها كثيراً تربية المكلف على مخالفة هوا ليش العبادة ما هي يعني ماذا وراء ذلك إيش الحكمة من ورائها هم يتلمسون العلماء فيقولون تربية المكلف على مخالفة هوا يعني إن عتاق الشخص من هوا هذه تعتبر إنجاز عظيم جداً نعم إن عتاق العبد من هوا وأن يكون ساعياً في مرضات مولاه شوف الصيام مثلاً إيش الحكمة العظيمة التي فيه من تطهير النفس تعالي على الشهوات ضبط النفس هو الآن امتنع عن حلال أصلاً طاع لله من باب أولى أن يمتنع عن الحرام تضيق مجاري الشيطان إيش الحكمة من العقوبات والتعزيرات في الإسلام حدود الشرعية شوف سبحان الله العلماء لما يقولوا مثلاً مقاصد الشريعة خمس حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ العرض حفظ المال يعني سبحان الله أشياء تدور عليها الأحكام تدور على حفظ والعالم لا يمكن أن يكون قائماً مستقيماً إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس وكذلك نجد يعني أنه مثلاً عقوبات تردع عن المعاصي يعني مثلاً حد السرقة جزاء بما مثلاً جزاء بما كسب نكاراً من الله طيب ذلك لهم خزي في الدنيا ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً حتى بعض المعترضين على الحدود تستطيع أن تناقشهم تقول طيب أنتم معترضين على إيش؟ على القصاص؟ أنتم معترضين على القتل؟ طيب الله يقول ولكم في القصاص حياة لأن القاتل إذا قتل سيمنع القتل قتله سيمنع أن يقتل غيره وسيمنع آخر يريد القتل بالقصاص فيرتدع كان يريد أن يصبح قاتلاً فلن يصبح قاتلاً ففي نفوس كثيرة معصومة بعضهم يطعم في الحدود يقول هذه وحشية وقطع الأطراف يعني يقول بالذات العلمانيين طرح العلماني يعني أنتم تصير ربع المجتمع مجلود ربعه مقتول ربعه مرجوم ربعه مقطوع الأيدي وأطراف طيب يعني لو أخذنا بس الأحكام القضاء الشرعي مثلاً عسلي المثال في المملكة في عهد الملك المؤسس طيب عبد العزيز رحمه الله كل يعني أحكام السرقة التي حصلت طيب قطعت 16 يد في 24 سنة كم بمعدل كم يعني يعني قطع يد كل سنتين تقريباً سنتين إلا يد واحدة لكن إيش كان وضع الناس أنه يتركوا ذكاكينهم مفتوحة ويروحوا على الصلاة وما أحد يمس شيء يعني هذا من إيش على قطع 16 في 24 سنة استثباب الأمن وهكذا يروح على مثلاً طلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن وقضية لما هذا اليهودي اكتشف أنه يعني البصمة الوراثية للرجل في رحم المرأة وأنه يعني أنه يبغى لها مدة هذه بالضبط حتى الرحم المرأة يتحرر من البصمة الوراثية للزوج السابق لأنه سوى فيها سوى فيها بحوث في قضية الجهاز المناعي للمرأة اكتشف أنه فيه ذاكرة وراثية في الرحم سبحانه الذاكرة وراثية تتعرف على الأجسام التي تدخل إليها على الرحم وتحافظ على الصفات الوراثية فيه وهذه الخلايا تعيش مدة 120 يوم في الجهاز التناسل للمرأة وأنه إذا فيه أجهزة إذا فيه شيء دخيل حصل في نفس الوقت ممكن يصيه سرطان الرحم يعني من أسباب سرطان الرحم دخول الماء على الماء والزنا والعياذ بالله أو إذا ما فيه عدة يعني إذا تطلقت اليوم تتزوج بكرة فممكن يؤدي إلى دخول الماء الرجل على ماء الرجل الذي قبله طب هذا اكتشفوا الآن أنه هذا من أكبر أسباب الأورام السرطانية ولذلك روبرت قلهم هذا مع أنه يهودي لما حد هو باحث في علم الأجنة لما حد نشوف الحكمة القرآنية في قضية العدة والمدة هذه فراح أسلم على طول يعني رجل قال إذا هذا أثبتتوا لي أنه في القرآن أنا هذه أمثلة على قضية أنه كيف الحكمة في الكتاب والسنة وفي الأحكام التشريعية شيخ الكريم أود أن نرجع إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أستاذنكم بفاصل قصير مشاهدين كرام فاصلوا قصير ونعاود المسير فكونوا معنا ها قد جاءت إجازة منتصف العام ومعها الكثير من أوقات الفراغ أوقات ينبغي للمسلم أن يغتنمها قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فاحذر أن تكون من المغبونين واستثمر إجازتك فيما يعود عليك بالنفع في الدين والدنيا اختم القرآن تلاوة احفظ منه جزءا اقرأ كتابا التحق بالدورات العلمية الشرعية اكتسب مهارة جديدة قوم بدنك ولا تنسى أن تخصص من وقتك جزءا لنفع المسلمين بلغ علما انشر دعوة ادعو إلى خير صل رحمة زر مريضة اقضي حاجات المسلمين وادفع عنهم الضرر قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقتك أغلى ما تملك فاستثمره فيما ينفعك وينفع المسلمين يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشتريين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشتريين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيسفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بس أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحديثنا عن قيمة الحكمة مشاهدين يظهر إليكم عبر الشاشة سؤال التفاعل لهذه الحلقة برأيك ما هي أبرز صور مراعاة الحكمة في معالجة أخطاء الناس؟ شاركونا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي نسعد بمشاركاتكم سؤالنا ما هي أبرز صور مراعاة الحكمة في معالجة أخطاء الناس؟ أعود لك شيخنا الكريم وسؤالنا حول حكمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حدثنا عن هذا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا حكمته عليه الصلاة والسلام يعني قديمة حتى وقبل البعثة كان معروفا بحكمته في حادثة الحجر الأسود مثلا وكيف حل الخلاف بينهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما يعني لما جاءه الوحي ازداد طبعا ظهر أثر الوحي عليه ظهر أثر الوحي عليه في حكمته عليه الصلاة والسلام فنرى حكمته لما مثلا كان يريد أن يعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام لكنه ترك ذلك خشية من ردود فعل قريش لأنهم حديثوا عهد بالإسلام الآن إذا نقضى وعاد على أساس إبراهيم لأنه كان قصرة بهم النفقة ما كملوها فلذلك وقال لعائشة يا عائشة فلولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيما أخرج منه وألزقت بالأرض وجعلت له بابين حديث فإذا لماذا لم يفعل ذلك لماذا لم يقتل من تطاول عليه من بعض من كان معه لأن لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه معناها النبي عليه الصلاة والسلام يراعي مآلات الأمور جدا' معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي المفاسد معناها إنه عليه الصلاة والسلام يوازن بين المفاسد يسكت على هذا مفسدة هذا يستحقل قتل لكن حتى لا يتحدث الناس البعيدين لا يعرفون هذا otherwise خلفية الأمر بالضب من بعيد يسمعون فلان قتل مع نبي عليه الصلاة والسلام طيب كيف قده ماذا قتل؟ يعني لا نأمن على نفسنا لو أسلمنا وصرنا معه كما قتل فلا فكان يراعي المفاسد وكان يراعي أيضاً يعني مثلاً ممكن يفوت مصلحة لمصلحة أعلى منها وممكن يعني يترك شيء لمفسدة أكبر مع أنه شيء في مفسدة يتركه على حاله لمراعاة لمفسدة أكبر مثلاً صلح الحديبية إيش كان في الظاهر المسلمين؟ أنه ذلوا مهانة كيف نعط علامة نعطي دنية في ديننا؟ لكن إيش ترتب على صلح الحديبية من الخير؟ أنه عدد الصحابة صلح الحديبية كان 1600 في عام السادس من هجرة 1600 اللي راحوا للجيش نعم الجيش اللي راح مكة بعد ثلاث سنوات كم كان؟ عشر ألاف طب هذول من وين جوا؟ الفرق هذا من وين جاء؟ من ثلاث سنوات دقوب في الدعوة في أنحاء الجزيرة العربية بعد أن وضعت الحرب أوزارها بصلح الحديبية إذن إيش كان الصلح في الحقيقة؟ فتحاً عظيماً كما سماه الله عز وجل إذن هذه حكمة أم لا؟ ولذا قال إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري وأبوكر يقول له إلزم غرزة لأنه هذه هي الحكمة هو الحكمة تقتضي كذا في حادثة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالج الموقف؟ بعكمة بالغة سار بالجيش مسيرة طويلة جداً لإشغالهم عن سريان الإشاعات بينهم فلما وجدوا مس الأرض ناموا نوماً طويلاً طيب وبعين مرجع وكيف استشار علياً أسامة قام في الناس خطيباً سأل الجارية بريرة ما استعجل في الحكم على عائشة حتى الطريقة التي تكلم بها مع إن كنت وإن كنت وإن كنت إن كنت ألممت بذنبك إن كنت بريئة سيبرئك الله وتعالى طيب وخيرها ثم في قضية استشارتها لأبويها وذهبت من حكمتي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزلت براءة أم المؤمنين تدرج معه في تبشيرها يعني حتى في طريقة الإخبار صحيح لما قتل معه حمزة في أحد وشوه كانت صفية تريد أن ترى أخاها فقال المرأة المرأة يعني أدركوا المرأة ما هو مناسب ليس من حكم أن تطلع على التشويه الذي صار في جثة أخيها قال المرأة المرأة أدركوها قبل ما ترى لما جاء شاب يطلب منه الزنة يعني حتى طريقة المعالجات الأشياء التي حصلت ترضاه لأمك ترضاه لابنتك ترضاه لأختك ترضاه لعمتك ترضاه لخالتك هذه كلها أشياء تدل على الحكمة في معالجة الأمور فنحن مو بس الحكمة في الأحكام الحكمة في الدعوة الحكمة في السياسة الشرعية في التعامل مع الأعداء الحكمة في حتى مراعاة نفسيات الناس أحسنت شيخنا معنا اتصال منذر من السودان تفضل يا منذر منذر عندنا يا شيخ هنا الشيخ يعني الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك الله شيخ الشيخ المنذر يعني نشبك في الله حياك الله أحبك الله يخبر يعني أنا بعض الشيخ يعني يتكلم عن الشيخ يبين يقولي هذا منحج يتكلم يعني هؤلاء يحبون الأولياء كده والأولياء يعني حديثك عن مناهج العلماء نعم يبين يقول هذا الشيخ لا أحسنت يا منذر سؤالك واضح نجيب عليه شيخنا كان يسأل عن مناهج العلماء فيما يتعلق بموضوعنا في الحكمة يعني هل من الحكمة مثلا تخطيء عالم على عالم منهج على منهج يبدو لهذا موضوع أيضا هو يشير الأخ إلى مسألة يعانون منها بعض الأخوان في السودان وهي قضية الأولياء يذكر قضية الأولياء صحيح لأنه عندهم يعني بعض الطرق طرقية عندهم غلوف أشخاص في أولياء فربما قالوا يعني هؤلاء ينطقون بالحكمة أيوة يعني كأنه عندهم أي شخص يعظمون يصير مثل الخضر خرص إذا قتل طفل لحكمة وإذا خرق السفينة لحكمة وإذا فعل هذا هذا أول شيء يعني مثل هذه الأشياء هذا أمر النبوة وما فعلته عن أمري يعني هذا ما فعلته عن أمري يعني هذا من أمر الله جميل فإذا أولا يعني إذا كانت المسألة من النبوة والغيب ما ما في بقياس عليها كيف من هو الذي يأتيه الوحي الآن من اللي يمكن يكون مثل الخضر الآن فلذلك اللي عندنا الآن النصوص نمشي على النصوص جميل القتل حرام والسرقة حرام ومعني خراص ما فيها كلمة وهذا موضوع حديث حلقتنا الحكمة نحن نسير على هذا المسار الإصابة في الحق الإصابة في الحق قضية الأولياء من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوفا عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون خرصات تعليف الولي الذين آمنوا واتصف بالإيمان والتقوة وليخالف الإيمان والتقوة لا يمكن أن يكون ولياً أبداً معنا مداخلة الشيخ سالم بن أحمد بلحمر رئيس مجلس إدارة شركة سالم بلحمر القابضة حياك الله يا شيخ سالم يا مرحبا يا مرحبا حياك الله وسعيدين بمداخلتك سؤالنا من خلال تعاملك في حياتك العملية كرجل أعمال كيف تقيم موضوع الحكمة في التعامل؟ يا أخي موضوع الحكمة هذا كلمة يعني إن أخذتها بمعناها البسيط الدارج إنه هذا إنسان حكيم في تعامله بمعنى إنه ما هو سريع الغراب معناته إنه ممكن يكون لبق معناته إنه ممكن يكون لين في التعامل شديد وقت الشدة حسب المعطيات اللي أمامك وحسب الشخص اللي أمامك والموضوع اللي أنت قاعد تتعامل فيه وإذا كنا نفكر بمعنى الحكمة العميد زي ما ذكر قبل شوية الدكتور خالد وذكر الشيخ المنجد بناخذها من أيام الرسول وأيام الصحابة وأيام الأولياء اللي كان عندهم حكمة من نوع آخر حكمة عميقة تبين إيش معنات أو إيش الأسباب في هذه الحدود أو في هذه الأشياء اللي ربنا طلبها من عباده إنه يعملوها كل شيء بحكمة خلينا نتكلم على مستوانا نحن مستوى الدنيا وكيف إنه البني آدم يكون حكيم في تعامله يختلف طبعا من موضوع إلى موضوع إذا كان موضوع اجتماعي في مشكلة اجتماعية كيف إنه يقدر يفهم نفسيات الناس ويتعامل معهم أو يتجارب معهم عشان يبتقي يعرف كيف يحل هذه المشكلة أو يتدخل فيها هذا من الحكمة أنا أتصور إنه كلمة الحكمة هذه هي مجموعة أشياء في بعض صحيح إنه يكون في لباقة إنه يكون في ذكاء إنه يكون في نباهة كلها هذه تنترج هذه المسميات وهذه الفضائل تنترج كلها مجموعة تحت كلمة واحدة اسمها الحكمة لأنه إذا لقيت إنسان ذكي يتصرف بالأمور المالية أو المادية بشكل جيد واو والله هذا إنسان حكيم في عمله تلاقي إنسان في وقت الغضب ووقت ما يكون فيه مشاكل حوالينه كيف يقدر يضبط أعصابه ويتعامل برزانة وبثجل وبتعني هذا يعتبر برضو من الحكمة فعلمة الحكمة ما لها معنى واحد ما لها مصطلح واحد تقدر تقول يعني زي الصبر أعرفنا أن الصبر مين يقدر يمسك نفسه ويمسك أعصابه ووقت ما يكون الناس في قمة غضبها هذا صبر يعني صفة واضحة وباينة ولها معنى واحد إنما لما تقول الحكمة فيها من ضمنها الصبر إنك كيف أنت تصبر أحيانا على بعض المواقف المستفزة هذا إذا أنا فهمت السؤال بشكل يعني أقدر أترجمه الشيخ سالم شكراً شكراً لمداخلتك الكريمة وتزاك الله خير على هذه الإضافة أعود لك دكتور خالد حول أبرز العقبات والمعوقات التي تحول بين الشخص وبين وصوله وتحقيقه لقيمة الحكمة جزاك الله خير إذا بس تأذلي قبل هذا بس فيما يتعلق بالأمثل ذكرها الشيخ ومثار بالذات ما يرتبط بقصة الشاب الذي جاء النبي يسلم يستأذنه في الزنة نعم يعني دائماً أقول تأمل مجيء الشاب إلى النبي هذه القضية بحد ذاتها يعني قضية تعطي دلالة على حاجتنا للحكماء يعني هؤلاء الأجيال يحتاجون من يأون إليهم نعم الشاب يعرف بأن الذي أتى إليه شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ذلك وجه يستأذنه في الزنة يتصور تصور بأنه قراء الله سلم سيأذن له في الزنة ويعلم أنه حرام لكنه ربما أنه سيأخذ إذن في هذا الأمر من الذي أتى به وبين وجود مع وجود الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحن بحاجة إلى الحكماء الذين يستقطبون ويجذبون مثل هؤلاء أبناء من خلال آبائهم البنات من خلال أمهاتهم الطلاب من خلال معلميهم متربي من خلال مربيهم هذه القضية مهمة جدا غير قضية ما أشار إليها للشيخ في قضية الأسلوب ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالأسلوب العقلان الانفعالي أترضاه لأمك لأختك قبل ذلك أدنوا مني وأكفل الصحابة من نهره وزجره ثم بعد ذلك دعاء النبي صلى الله وضع يدعى الصدره كل هذه هي المعاني الحقيقة لا شك أنها تعطي دلالة كبيرة على الشخصية حكيمة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كحكيم في حديثنا حول الحكمة يعني لم يجد أي حاجز ولم يجد أي رهبة ولذلك هنا ليس في معيق قضية الحكمة الحكيم موجود وهو النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه عرف كيف والشاب أنا أعتبره حكيم فيما يتعلق بقضية الاختيار والانتقاء لأنه شعر بالأمن النفسي تجاهها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في قصة الرجل الذي يدعى النبي صلى الله عليه وسلم لو نفس الله بالحمد الذي ردك يده للوسوس وقال ذلك صرح الإيمان طيب من الذي أتى بهذا الرجل النبي اسمعني ذلك للبعد هذا الاتصال نعم أبو محمد من كردستان تفضلي أبو محمد أبو محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أبدا رحب غيوفك إياك الله المداخلة عن الحكمة والحكماء نعم كيف يكون العالم حكيما أو متى يكون العالم حكيما جميل يكون العالم حكيما عندما يكون بعلمه آملا السلام رائع أحسنت أبو محمد إضافة جميلة عن حكمة العالم وسيعلق عليها الشيخ إن شاء الله لكن بعد أن نكمل حديثنا حول معوقات الحكمة لعلي أستعجل بها سريعا نظرا للوقت يعني أقولهم هنا مثلا أيضا ما ذكره بعض العناية في التربية ما يرتبط بالهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الجهل ونحن تكلمنا على قضية العلم وأهميته فيما يرتبط بقضية الحكمة أيضا الأخذ بظواهر النصوص عدم الجمع ما بين الأدلة وهذه قضية مرتبطة أيضا حتى بالجهل ألا تزر وزر وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فيقول أنا ما لدي علاقة بشي خلاص ما لدي علاقة بالآخرين الله عز وجل يقول رسول الله يقول ما رأى منكم منكرا فالجمع بين الأدلة في هذا الجانب الاستدلاب بالأدلة في غير مواضعها ولا تلقوا بأيديكم من التهلك فقد يقول أنه يعني يلغي الجهاد أو يثبت عن الجهاد بينما القضية واضحة في ما ذكر في هذه الآية عدم فهم الدليل قلة التجربة التجربة أيضا والممارسة الحياتية هي مسيلة لقضية الجسم والحكمة وقلة وضعفها أيضا معيق لقضية الحكمة أنا أود التنويه وهنا يظهر على الشاشة الهاتف الاستشاري للدكتور خالد بن أحمد السعدي وهو عصر كل ثلاثة أسبوعيا المجال مفتوح للاستشارات الأسرية والنفسية وأيضا هناك خدمة مستشارك على الواتساب الاستشاري مفتوح المجال للاستشارات عبر الواتساب مع الدكتور واسمح لي أن أنتقل إلى محور آخر دكتور خالد شيخنا موانع الحكمة ونواقضها والله ما لو استرسل الشيخ نحن نريد في ثلاث دقائق الأخير ندرك طيب أنا ممكن أن أذكرها سريع ذي أذكر لأنه كرامه أنا مهم الجانب الفردية لم يأكل الذئب من الغنم القاسية عدم تحديد الأهداف النظرة السطحية عدم العمق في النظرة آنية التفكير ورسمية العمل موسمية العمل والارتجال في القضية عدم الأخذ بالجسم وبالخطة وما يرتبط بذلك العناء التركيز على الجزئيات على حساب الكليات الجزئيات مهمة لكن الكليات أهم نعم العدم ضبط النفس ومرتبط بقضية العجلة الخلط في المفاهيم يعني خوف الفتنة اختلطت في أشياء عادي جدا يعني عاقت هذه القضية عن العمل الصحيح مثل القضية حتى الإرهاب يعني كمثال نعم تصدق قضية الإرهاب في معاني فيها العدوان والإيذاء لكن في معاني أخرى أيضا لصقت فهذا أيضا إشكالية الخلط في المفاهيم من المعيقات لقضية الحكمة حينما تكون القضية ما هي واضحة الدلالات عدم إتقان قاعدة مصار المفاهزة التي ذكرها الشيخ وبيّنها الغفلة الغفلة عن الأمور التي في الحياة ومنها ما يتعلق بقضية مكائد الأعداء الغلظة والعنف والطيش وما يتعلق بذلك في التعامل وكنت فضلا غلظة قبل ونفضل من حولك هذه كلها من معيقات قضية الحكمة في الحياة شيخنا كريم طرق اكتساب الحكمة كيف لي أن أكتسب هذه الحكمة وأن أكون شخصا حكيما لحن في دقيقة واحدة طيب نحن الآن نحتاج هذا الموضوع على عدة أصعد مثلا الأب يحتاجه في تربية أولاده المعلم يحتاجه في تعليم الطلاب المدير يحتاجه مع الموظفين الزوج يحتاجه مع زوجتين الداعي يحتاجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم شوف في ناس عندهم جهل يحتاجون إلى حكمة في التعليم وناس يعرفون لكن عندهم معصية وفي غفلة يحتاجون إلى وعظ وناس عندهم شبهة يحتاجون إلى مناقشة ولذا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة التعليم ما يعني تعليم حكمة؟ مثل ما قالنا الشيخ موضوع البدء بالقواعد والأصول قبل الفرعيات هذا من حكمة في التعليم لا أغرقه بالتفصيلات قبل أن أعطيه القواعد والأساسيات مثلا الأم معروف أنه على المنكر نحتاج فيه الحكمة ولا ممكن واحد ينفر مثلا إذن لما يسير في عندنا بصيرة حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل حكمة في الإصلاح حكمة في الأم معروف أنه على المنكر حكمة في ابن عباس ما جاء له واحد وقال القاتل إيش حكمه؟ قال في النار فراح قال له جلساء وما كنت مو هكذا كنت تفتينه كنت تفتينه كنت تفتينه للقاتل له توبة نعم قال إني أظنه إني رأيت فيه غضبا رجل يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا في أثب فوجدوا كذلك فشوف الحكمة المفتي الحين لو جاء قال ما تقول في القاتل قال له توبة توكى الله راح ختل لكن من عباس قرأ في وجه الرجل قال ما تقول في القاتل قال هو في النار ومن عباس صادق ومن يقتل مؤمن متعمدا في الجزاء وجهنم فلما جاء يعني أعطاه الجواب المناسب والجواب صحيح الآن شوف حكمة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو جاء واحد الآن قال لي شيخ ما حكم تقبيل الصائم زوجته ممكن المفتي الحكيم يجي واحد يقول له لا بأس ويجي واحد يقول له لا ليش لأنه ممكن يكون الذي مثلا سأل شاب يخشى عليه وذاك مثلا شيخ كبير مثلا فإذا قبل بدون ما يخرج منه شيء بدون طيب هذا الصيام صحيح لكن الشيخ والشاب يختلفان في هذا الأمر على أية حال هذه الحكمة في الإفتاء يعني هذا كجانب آخر فأقول على أية حال يعني إننا نحتاج إلى الحكمة كما نرى من جهات عديدة و نحن مثل ما قال عمر رضي الله وعنه لأهل إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله أنه إذا أحد من أهل فعله إلا أضعفت عليه العكوبة ليش لأنه بحكمته يرى أنه أهل مرموقين من الناس أن أهله مرموقين من الناس أن أهله مرموقون من الناس فالآن إذا أهله الآن خالفوا كيف طيب شعيب يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فعلى أي حال هذه الأشياء في الدعوة مثلا مراعاة الأولويات كيف بعث معاذ إلى اليمن في حكمة في ترتيب تدعوهم إلى إيش يوسف الصديق سؤل عن رؤية ما أرد أن أجاوب على طول عن رؤية لا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فرح أجاب عن مسألة التوحيد والشرك قبل ما يجيب على قضية أن هذه الرؤية تفسيرها كذا وكذا فإذن على أي حال جميل يعني مجملا نقول أنه من طلب العلم واجتهد في معرفة علل الأحكام ومعاني الآيات والأحاديث وكان عنده أنات ما عنده عجل وطيش وبصر نافذ فإنه يرزق إن شاء الله الحكم شكرا لك شيخنا الكريم ضيوفنا الكرام شكرا لهذا الطرح الرائع الشيخ محمد بنجد المشرف العام على مجموعة زاد شكرا لك وسعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام ومتابعين على طيب متابعتكم وصيتنا في الختام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها تحلوا بالحكمة لتنالوا خيري الدنيا والآخرة نلقاكم في حلقات القادمة وأنتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم هيا بأخلاقنا